وبالعودة الى احتفال حزب الحركة الوطني الانقاذ بذكرى السابعة والعشرينة حيث نظم الحزب قبل قليل مناسبة بمقر حضر المناسبة الامن العام لحزب الحركة الوطني الانقاذ محمد دين بدا عباس وسيدة البلاد الاولى هنداء ديبي اتنو تقرير محمد عثمان بشير احياء للذكرى السابعة والعشرون من تأسيس حزب الحركة الوطنية للانقاذ مباس اجتمع هؤلاء المناضلون والمناضلات لحزب الحركة الوطنية للانقاذ هنا بالمقر العام وفي مقدمتهم اعضاء المكتب الوطني السياسي والمجلس الوطني السياسي بالاضافة الى عدد من المدعوين وصول الامن العام لحزب باميناء محمد زين بدا مع رئيسة الشرف لنساء الحركة الوطنية للانقاذ هنداء ديبي اتنو الى مقر الحزب حيث مكان اقامة المناسبة كانت هي بداية لاحتفال هذه الذكرى السابعة والعشرون من تأسيس حزب الحرية والديمقراطية رئيس اللجنة المنظمة واضو المكتب السياسي للحزب علي حارون واثناء تقديمه الكلمة الترحيبية لرفاقه الحضور طلب من الجميع الوقوف دقيقة صمت ترحما الارواح شهداء الحرية والديمقراطية الذين ضحوا بكل غال ونفيس لاخراج الشعب الشديد من ويلات الظلم والاستبداد الذي كان يمارس من قبل نظام ديكتاتوري قبل مجيء فجر الحرية والديمقراطية بقيادة الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للانقاذ الامين العام للحركة الوطنية للانقاذ محمد زين بدا وعند خطابه الشعبي في هذه الذكرى السابعة بعد عقدين سرد التاريخ الذي أسس فيه الحزب وكذا المعاناة التي عانى منها مؤسسه بقيادة رئيسه المؤسس إدريس دبي إتنو مرورا بالعمليات القتالية التي قادوها ضد النظام الاستبدادي لحسين هابري حين ذاك وكذا الغرض من تأسس حزب الحركة الوطنية للانقاذ الذي أعلن من قبل فخامة رئيس الجمهورية الرئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية للانقاذ حين وصوله إلى سدة الحكم وأكد أمام شعبه بأن الحزب جاء بالحرية والديمقراطية الذي بات الآن على حسب زين بدا مطلقا للجميع بل أصبح حق واجب لجميع المواطنين ومكفول في الدستور مضيفا أن الحزب الآن بقيادة رئيس الجمهورية لديه برامج وخوطة واضحة بعد كل الانجازات التي حققت سابقا على المستويين المحلي والدولي اشتركوا في القناة